السلام عليكم أحبائي ومتسبعي قناة شاف مريم اليوم سأريكم طريقة تحضير صلصة ديدة وزوينة بالنسبة للأطفال لما يأكلون الخضرة نحتاج 3 مطاشات خيز زوية ومنقية نحتاج المصلة منقية وحبة البصلة بالنسبة للتوابين نحتاج ملحة ملحة البزار ومعلقة صغيرة المطاشات الحك براكة الله نضع الكوكو لتسلق العنصر وتضيف ونضيف لها التوابل نضيف لهم ملحة بعد أن تسلقوا تحنتهم في الخلط الكاربائي نضيفها لها التوابل ثم نضيف أعطي الأنثار من بعد مكتب نتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم يلعجبكم هذا الفيديو ديروا ليه لايك وما تنسوش ابوناو فلاشين يوتيوب ديل شيف مريم وبضغطو على الجراش باش يوصلكم الجديد